اشتركوا في القناة وآخر هذه الجهود الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة الملكية للعمال الإنسانية إلى العاصمة الأفغانية كابل لتوصيل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلازل التي ضربت أفغانستان ودعم الجهود الإغاثية في المناطق المتضررة مستلهمة جهودها من توجيهات جلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومبادراته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم تواصل مملكة البحرين عملها الإنساني والإغاثي لترسيخ قيم التضامن الدولي انطلاقاً من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب المعمورة تاريخ مملكة البحرين العريق في العمل الإنساني على مستوى المؤسسات الرسمية والشعبية متوج بتجارب في مسج العمل الإنساني بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز جهود الأمن والتنمية والاستقرار في العالم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تمثل بذرة الخير والعطاء فإلى جانب كفالة الأيتام والأرامل ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية في الداخل تنفذ المؤسسة أعمال الخير والبر والإحسان خارج حدود المملكة إلى جانب النهوض بالدور الإنساني والاجتماعي والمساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية وأعمال التنمية المستدامة ولأن العمل الخيري والتطوعي أسلوب حياة تسعى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى ترسيخ الثقافة المجتمعية في نفوس الجميع بمختلف جنسياتهم ودياناتهم حيث تنوعت وتعددت النماذج المشرفة للعمل الخيري والتطوعي للمؤسسة في كافة أرجاء العالم من خلال عدد من الحملات الإغاثية والإنسانية التي تؤدي رسالة سامية مشتركة من خلال تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمحتاجين والنهوض بالأوطان في جميع الظروف